قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم إن وحدات الدفاع الجوي صدت هجوما روسيا أثناء الليل شمل هجوما على العاصمة كييفا مضيفة أنها دمرت 11 طائرة مسيرة وذكرت القوات الجوية أن الطائرات دمرت جميع المسيرات التي أطلقتها موسكو وسمع شهود انفجارات بدت كما لو كانت تنظمة دفاع جوي تقوم بعملها في ضواحي كييفا في وقت مبكر اليوم ولم ترد انباء حتى الآن عن أي أضرار من جراء الهجوم أو حطام الطائرات المسيرة المتساقط